الثوب السوداني شاهد على تأريخ المرأة السودانية ومرتبط بها حد التراث الشعبي هكذا يراه الكثيرون ففي الثوب إشارة الهوية والثقافة تجسد فضلا عن كونه واصفه معبر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة السودانية والتي لا يمكن أن تخلو خزانة ملابسها من عدة نسخين عنه فمسرح وجود المرأة ستاره الثوب وربما يظل أغلب ما تقوم به المرأة من أعمال منزلية خاصة في المناسبات والزيارات الاجتماعية كذلك يعتبر الثوب إشارة واضحة على أن من ترتديه سيدة متزوجة أو وصلت إلى سن الزواج وبالتالي تحمل المسؤولية وللثوب ألوان وأنواع تتحدد حسب المناسبة التي يتم ارتداؤه فيها المرأة السودانية بطبيعة حالة مرأة متحشمة ومرأة متذثرة ومرأة يحكمها الدين الإسلامي فلذلك منزل قدم كانت تلبس التوب السوداني فالآن بعد الاستغلال وما بعد الاستغلال وما بعد الحضارات الحصلت تطور التوب السوداني من زراق ومن كريب ساكد بقى أشكال مصانع اشتغلت بتجي من برة كوتات فكريب لكن كريب فيه وردة صغيرة فيه زي ما ذكرت لك إلا هاليب ولا شمال نسيم وذلعة الدكاترة فلحنا في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ابتدينا يعني نطور التوب السوداني اللي هو بالتطريز نطرزه في الأطراف بقطبة ببردلي بشكل تطريزي قبل ما تجينا حكاة التباعة دي وتغير الشكل بتاع الكريب يعني اللي توب جمالي هذا المعهد بحية درجة بمدينة ودمدني اسمه معهد المنارة تأهيلي تتلقى فيه النسو دورات تدريبية حول الأعمال اليدوية قصدناه لنجد الثوب السوداني محط اهتمام لديهن فهن يقومن بتطريزه كيفما اتفق وإبداعهن بأشكال مختلفة جميلة ومتقنة تناسب ذوق المرأة السودانية ولا تخرج كثيرا عن نماطية التصميم حتى لا تحيد عن الشكل المعتاد للثو أريد أن نغير الشكل بتاع التوب السوداني من كريب سادة لكريب مبطش مورد فيه شكليات يعني تلفد النظر حتى ممكن نقلد شم النسيم والهليب ممكن نقلده بشكل الطباعة ممكن نقلده بشكل التطريز ويتغير الشكل بتاع التوب السوداني من سادة إلى توب مورد مبطش بطريقة جمالية جدا جدا يتربع الثوب على رأس قائمة أناقة المرأة السودانية حيث تحرص على ارتدائه متماشيا ومنسيما مع فستانها أو تنورتها وكذلك المناسبة التي ارتدي لها فعند زيارتها لجارتها ترتدي ثوبا بسيطا يعرف بثوب الجيران وعند استقبالها للزوار ترتدي ثوبا معينا وكذلك لدى خروجها لحضور مناسبة زواج ويأتي الاختلاف في الثياب متفاوتا بين خامة القماش وتطريزاته واكسي سواراته وألوانه الهادئة أو ربما الرسومات المبهرة كأسر سودانية بيكون ملمومين دايما في الأفراح مع بعض وبيضغط طوب السوداني على الزيال الموجود يعني في الغالب العام فدايما المرأة السودانية بيتميل لبس التوفي مناسبات يعني لو كانت فرح لو كانت التراحل لو كانت يعني كل المناسبات فالتوب السوداني بيمثل المرأة السودانية في حد ذاتها بيختلف طبعا التوب السوداني في يعني مثلا في الفرح بيختلف حتى مثلا ساحة العقد في توب محدد للعقد الناس بتلبسوا بيختلف عن التوب بتاع السهرة بيختلف عن توب الجيران بيختلف عن توب بتاع السمايب توب عن الشغل فكل مناسبة لها توبة اللي هو طابعه الخاص يعني بيختلف التوب طبعا في ألوانه وفي موضاته يعني كل فترة من الفترات بيصهر توب ليو مسمى أو موضة محددة في المطرز في المجغول بالخرز في المطبوع بالبوهية في المعمول بالقليتر في التياب السادة اللي بتشغل بالبرودلية بالقطبة طبعا بتختلف أزعاره يعني فيه تياب غالية جدا وفيه تياب معقولة وفيه تياب الجيران يعني كل شريح المجتمع ممكن تلجل توبة اللي ممكن تلبسوا الوحدة ارتبط الثوب السوداني بالعديد من المناسبات منها عادة الزواج إذ يتعين على العريس تقديمه كهدايا قد تبلغ 12 قطعة ولا تقل عن ثلاثة قطع من الثوب السوداني تقدم ضمن هدايا ما يعرف بالشيلة وتقول نساء متسوقات إن كل ما يرغبن به من تصاميم جديدة تواكب أذواقهن متوفر في محال بيع الثياب وبأزعار متفاوتة تقل أو ترتفع حسب جودة الثوب ومن الملاحظ الأسماء التي يطلقها التجار على أنواع الثياب والمرتبطة بأهم الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن بين تلك الأسماء الدش ونيفاشة الإنترنت همس الخليج وغير ذلك من الأسماء القديمة والحديثة التوب بالنسبة للمرأة السودانية هو حشمة وتوب أصلا ساتر للمرأة والتوب دايما الإنسان يحتاج له في المناسبات وفي العيات وفي المناسبات السارة والعيد والحياة وبعدين التياب فيها أنواع وفيها خامات فيها أنواع بتوطلات وفيها أنواع حرائر ودائما يستخدمون في الشيلة بتاعت المناسبات والعراس على حسب الإستطاع يعني عنده بيجيب 6 تياب 8 تياب 4 تياب على حسب القدرة أكثر التياب مبيعا أو شراءا أو إغبالا هي التياب المشجرة طبعا التوب عندنا نوعين توب كامل وطوب ربيط فالتوب الكامل هو أكثر التياب إغبالا والنوع المشجر بالتحديد من أنواع الأخرى المطرزة على الحرير على الربط إغبالا لأنه أكثر التياب استخداما في جميع الأوقات لأن المرأة السودانية بتستخدم لنا التوب السوداني أو عنده أوغات وعندنا أوغات السهرة عندنا أوغات النهارية تياب المناسبات فنبقى أنه التوب المشجر بيحتمل كل الأوقات هو ماشي في تزايد وماشي في اختراعات أكتر وأكتر يعني كل شهر بمور بجي بلقى هنا فيه توب متجدد بشكل جديد ما بلقى فيه توب تكرر موجود في الشهر القديم أنه فيه توب جديد إذن التوب السوداني ماشي على إغبال حتى في العالم من حولنا بيقات المرأة السودانية مميزة بتوبها ولو مسمياته يعني حتى في الأحداث الحالية الموجودة سوحدات سياسية سوحدات فنية بتلقى أنه التوب السوداني مسمى بهذه الأحداث أما في المحال التجاري المتخصص في الثوب السوداني فيرى أصحابها أن معدلات الإقبال على الشراء في زيادة ما يعني مواكبة آخر الإصدارات للأذواق خاصة الثياب السويسرية صاحبة الحظ الأوفر كلها الحمد لله رب العالمين مستوردة فيها الثياب السويسرية والثياب الهندية ومختلفة يعني بتبدأ من الثياب المطرز الفاخر ثم المطرز المسجر ثم بعد ذلك المشجر ثم التوب الرابط ثم التوب السادة وبعد ذلك أكثر التياب أكثر مباعا هي التياب البيضاء يعني توب المرأة العاملة والتوب يعني شركة خصصت فيه لأنه هو زي الغومي زي ما قلنا وهو الأستر بالنسبة للمرأة على اختلاف أنواعه وربما تأثره بمنافسة أنواع أخرى من الملابس خاصة العباء الخليجية يبقى الثوب السوداني الشهد الأول على الثقافة والموروث الوطني للمرأة السودانية محمد مصطفى لبرنامج كاميرا الشروق ولاة الجزيرة